تعالوا احكيلكو على احتيال مية مية الناس يا جماعة فيه ناس نصبين نصبوا علي مرتين بس المرة القوانية فعادت عادت لكن المرة التانية خدت بالي ما هو لأ بقى لا يلضغ مؤمن من زحر مرتين فانا الحمد لله لحقتها وما قدروش يتحكوا علي فتعالوا احكيلكو الحدوتة من الاول علشان تشوفوا بيعملوا ايه اصل النصبين تلوقتي بقوا محترفين تعالوا بقى احكيلكو الموضوع من الاول علشان تبقى عارف لان ده دورك انا بتاعت حكاية من الولايات ان انت تفهم اللي بيجرى حواليك وتاخد حذر وترتب حالك بحيث ان ما فيش حد ايه ينصب عليك نصبايا جديد المهم السنة اللي فاتت زي دلوقتي جالي جواب من الحكومة لقيت بقى جاي لجواب يبدو ان هو من الحكومة لقيته جاي من جهة اسمها ال سي بي اس اس وجاي بقى محطوط عليه حاجة بيقولك ايه الليبر لا قانون العمل انا قبل كده كنت بشتغل سلف امبلويد لكن جيت السنة اللي فاتت وقررت ان انا انشئ الشركة بقى انكوربريت الشركة بتاعتي بشكل رسمي عشان يبقى ليه ملف ضريب للشركة والكلام ده كنت طبعا اول ما بتنشئ الشركة بتاعتك بتجي بقى اجيلك اوراق وحاجات وااوراق رايحة وااوراق جاية فده من ضمن الحاجات اللي جات ففتحته بقى لقيت الجواب اهو جايبلك عليه ايه واجيلك اه بيل وكمان ريتورن اد ريتورن انفلوب وبيقولك ان انت يدونت هافتو ايه اه نو بوستش نساسري يعني انت بس عتحط الفلوس بتاع او الحاجة اللي هما طلبنا منك وهما وغطينا فيبدو ان هو حاجة رسمي يعني فاهمي نظمي كده قوم بقى الجواب لما فتحته لقيته بيقول ايه الجواب ده جاي من جهة اسمها LCPSS مكانها في سكرامنتو وكتبين عليه Labor Law Compliance Notice يعني ايه قانون العامل بقى الحاجات دي فيش فيها هزار ودي عبارة عن بيل طلبين مني ان انا ادفع مبلغ كام 135 دولار الساعة الفاتر كتاقل من كده تقريبا كانت 120 حاجة زي كده تقريبا يعني وهم جايين هنا بيقولك ان في حاجة في القانون الفيدرالي والقانون بتاع الولاية بيحتم علي حاجات معينة بالنسبة لقانون العمل فانا قريت بقى الكلام ده وبعدين لقيتهم بيقولوني بقى ان انت تضامع عندك بيزنس فانت you are required by federal law لازم بقانون العمل ان انا احط بقى ايه بوستر خاص بقانون العمل للناس ان انا ايه بشغالهم عندي انا اصلا ما عنديش حد بيشتغل انا شركتي انا الوحيدة اللي في الشرك لكن برضو عارفين ان مصرحية عادل امام يقولك مع العلم انا ما عنديش تليفون كانوا هيحصلوا انا نفس الحكاة ما عنديش عمال بس القانون العمل بيحطم علي ولانا ما حطتش القانون بتاع العمل ده علقته في الشركة هيددوني فاين كام سبع تلاف دولار لو لق جم طبوا علي ولقوا ان المكتب بتاعي ما فيهوش القانون العمل متعلق على الحيطة سبع تلاف دولار فاين وطلبين مني ان انا ادفع مية خمسة وترزيل ساعة الفاتر كانوا مية وعشرين تارين بس وتدفعي بقى الفلوس والاجراء والحاجات باقي الورق ده كله كان موجود فالحقيقة انا قلت ايه لأ هدفع سبعة تلاف دولار الموضوع ايه خطير جدا مهم فانا مش فهمة هو ايه المفروض ان هو اعلقه يعني قانون العمل لازم يتعلق كده وبتاع فلاقيت ان ايه زوجي مثلا كان بيشتغل في شركة هو فالشركة بتاعه قال لي اه ده فعلا احنا عندنا في الاتش ار ديبارتمنت مع اللينا كده وفي حتة تانية في الشركة مع اللينا قانون العمل ليبر لاو محطوط قدامنا للناس كلها انا كمان المكتب بتاعي عندي مكتب في شيرد اوفيسل فعندي شركات تانية موجودين في نفس البلدن ولقيت فعلا في شركة او اتنين وانا معدية الاقي الليبر لاو محطوط كده بوستر كبير يعني الكلام بقى ايه شكله كده مهم فلحت بقى زي الشطرة تفعت المائة وعشرين دولار ايه وايه واتفجت فلحوا بعتين لي البوستر بوستر كبير كده موجود في القانون بقى والمينيوم ويج الفيدرالي والمينيوم ويج الولاية والكلمات دي كلها محطوطة عليه فروحت معلقها في المكتب عشان بقى تمام قوم يجي السنة دي لقيت بقى جاي لنفس الجواب تاني بس المبلغ اكتر مية خمسة وتلاتين دولار ونفس التحذيرات قلت الله هو كل سنة هنعلق بوستر جديد يعني ده يعني ما يخشش العقل وبين لو فيه اي تعديل في القانون العمل في باند ولا حاجة بيبعتلك يعني نوتس لكن كل سنة هدفع المبلغ ده عشان احط بوستر عندي ده يعني مع العلم انا ما عنديش عمال اصلا ما عنديش موظفين فالمهم الموضوع ده صار عندي الراد فلاج الحاجة التانية بقى فقلت طب ابوص بقى بصيت على الريتورن ادرس بتاحهم السنة اللي فاتت بصراحة انا لما جيت دفعت دفعت عن طروق الايه الQR كود اللي موجود فوق بيدخلك على طول تدفع اونلاين وخلصنا فالسنة دي قلت طب ابوص على الريتورن ادرس بتاحهم فلقيت الريتورن ادرس في فلوريدا لودرديل في فلوريدا في حين ان الجواب اصلا جاي من ساكرامنتو طب ازاي الجواب من ساكرامنتو يعني حاجة جوة كاليفورنيا وده طبعا فيها قوانين الولاية وادفع في فلوريدا برضو الموضوع ايه ده كان ريد فلاج الحاجة التانية ببص تاني كده على الظرف انا رحية قبل كده ما كنتش باخد بالي من الظرف الاصلي لان انا فتحته علاته وانلاقيتهم كتبين نون جوفرنمنت ايجنسي يعني وكالة غير حكومية الله هو الموضوع ده يا جماعة مش تابع الحكومة اذا كتبين لي ليبر لو بوستر وبزنس ميل يعني كل الكلام كده يحسسك ان الموضوع ايه مهم وان الموضوع ايه فيه وحد بيعد وراكو نون جوفرنمنت لأ اروحت دخل اونلاين وايه وكتبت بقى لسي بي اس اس دي عشان اشوف لقيت ناس كتير بعدها بيقولوا ان الشركة دي احتالت عليهم واخدوا منهم فلوس كتيرة علشان البوستر ده اتاري ان الحكومة الامريكية بتطلب من الشركات يعلقوا قانون العمل بتاحهم على الحيط عشان الناس كلها تشوف لكن انت ممكن تطبعه من البرينتر بتاعك يعني بتلات اربعة دولار تطبع الكام ورقة دول ويتعلقهم جنب بعض وخلصة القصة على كده لو عايز تعملها في شكل بوستر حلو هتروح مثلا اوفيس ديبو مش عارفة اي حتة من الحاجات اللي هم بيطبعوا لك الورق ستيبلز ويطبعوها لك البوستر هيكلف كام عشرة خمسة عشرين دولار لكن هم بياخدوا منك مية خمسة وتلاتين دولار علشان يدوك البوستر ده لأ او كل سنة يبعثوا مش معقول فعرفت انها نصبة كبيرة فحبيت اقول لكم على ان الناس النصبين دول لما بيجي يكتبوا الحاجات دي بيكتبوها بشكل تبان فعلا انها يعني حقيقية وتباني انها جواب جايلك من الحقومة وجايلك فيه التهديد بتاع السبعة تلاف دولار الفاين وان ده ليه برلو كتبين لك القانون هنا والكلام ده كله لو عندك اي معلومات او عايز تسأل او تستفسر عندك ايميل اهو بعت لنا ولازم يكون البوست up to date لازم يكون ايه كل سنة ما هو انت كل سنة ممكن يعدلوا حاجة في القانون فانت تحط حاجة جديدة لو كان الفيديو فاتك باي معلومة اه يبقى اشترك في القناة وشاير الفيديو وقولولي رأيكم بقى في الاحتيال والنصب ده وهتقولولي بقى رانيا تعمل فيها نصب حاويت بتنظب عليكي ما جماعة ما يقع على الشاطر ولا ايه طيب هستنى تعليقاتكم شكرا لكم شكرا لتبعاتكم كان معكم رانيا سلطان ودي حكايات من البلاد